نروح بقى للوش الخير ياسر إدليس كل يوم تطلع علينا مصيبة محمد إهاب لعب منتخب مصر الرفع الأسقال المعتزل يعلق على اتهامه بالمنشطات موضوع أزعجنا جدا يا حسن الموضوع ده أنا عايز أسلسلوا لحضراتكم في دقائق لإحنا بنحاول نوصل للكابتن محمد إهاب بطل مصر برضو مش عايز يرد لا هو الراجل اللي بنحاول ماتفقناش لسه بنحاول معه المفروض على فكرة يطلع ويرد إن شاء الله بإذن الله نقدر نوصل له أنا بستعى سلسل لكم حتى نتوبوا معايف ده بصوا تفاجأة هو بيقول أو الإعلام النهاردة نقل تفاجأت بتقرير الوكالة بشأن إيجابية العينة في مادة معروفة دوليا والراجل بيستغرب بيقول فعالية المادة تستمر لمدة ستة أشهر ونسميها متفجرات فكيف لم يتم اكتشافها كل التحاليل من 2014 موجودة في الاتحال الدولي وجميعها سليمة أنتظر وصول خطاب رسمي للعينة وفتح العينة بيه لم أذهب للأولمبيات فجأة وكنت تحت المنظار قبلها بعمين يعني الراجل بيدوم على التحاليل أنا لعب أولمبي وجميع خطواتي كانت محسوبة وخضعت للتحاليل دائما سأستعين بمحامي دولي وأتخذ جميع الإجراءات لإظهار الحقيقة سأطلب فتح العينة الثانية وسأذهب للمحكمة الدولية وسأذهب من أجل الإنصاف هي مصر كلها معاك يا كابتن محمد أنت باب الأولمبي وشرفتنا ورفعت اسم مصر وأنا لا أصدق بعد موضوع رمضان صبحي أصبحنا نشكك في كل بطوء المنشطات يعني بحدك يزعل من كلامي فمعك والدولة معاك إلى أن يثبت أنك بريء أو شيء آخر نتكلم من واقع المستعدلات أنا عبد الناصر أنت في نظري بريء وأنا من خلال برنامجي والملايين اللي بيتفرقوا علي بدعوا الناس أن تدعمك وتساندك لأن إحنا ليس جهة فحص ولا بتؤمن الشباط ولكن إحنا معاك لآخر نقطة البضل الأولمبي محمد إيهاب مساء الفول يا كابتر محمد مساء العقل إذا كنتش يعني لك كل الدعم والمساندة وقلب معاك والله يا ربنا كريم يعني يمكن الموضوع ده عشان يبين أحقياتي في المداليا والمادة اللهم قالوها ده يعني تعافش كبير جدا ومادة معروفة لكل الناس يعني مادة بتباع للصفة زي ما بيقولوا يعني وأنا موجود من ثمان سنين وهب نفسي للعبة وقاعد في المعسكرات ما بخرجش بره خالص رعاية كاملة وتامة من الوزارة ومن لجنة الأولمبية ومن جهاز رجل عسكري ومن الاتحاد ما فيش أي يقوم لي خارج المنتخب في أي فترة من فترات ثمان سنين موجود على برنامج الأدمز برنامج الورابوت ما فيش أي مشكلة اللي بيكلمه في عينة في الكرية الأولمبية قبل اللعبة باربعة أيام طب أستوقفك في بعض الأمور الغامضة عن الإعلام إنت تقصد تتحدث عن مين المنظمة المصرية ولا العالمية ولا الوادة ولا إيه لا هي الوكالة الدولية طبعا الوكالة الدولية تمام حكما بس إيه إحنا عندنا موضوع رمضان صبحي طاغي على الناس من أمس فبرضي حبي توضع إذن من المنظمة الدولية للمنشطات النهاردة فجاءوا بإرسال إيميل ولا فجأت بالخبر إزاي لا الخبر نزل على النت والناس تكلموني الساعة اثنين بالليل مبارك فقالوا لي ده في خبر بإسمك أن انت مشحب منك المداليا وظهر عندك مادة اسمه الدينابول يعني طبعا ما مادة زي كده معروفة لكل الناس ده ما ياخداش حتى واحد في نادي ده مادة تقف في ديسم ستة شهور فما تقدرش أن انت تجازل بعجل زي كده وأنا بطل عالم 2014 و2015 و2016 و2017 و2018 يعني السنتين قبل الولايات لا وانت ذكرت انك انت كنت في حالة فحص دائمة من 14 وحتى 22 وانت واخد المدالية في 16 قدش ده أمك لما حتى وقفوا الاتحاد كانوا بيجوا للبيج يحللولي اروح مصر في حللولي يعني حتى بعد ما يعني حتى بعد ما انت حدث وقف كانوا بيجوا يحللولي طب انتو انا دلوقتي البلد مش هتلعب الضار اللومبية تيجي تحللولي حتى يوم اللومبية اللي هي عشان انت موجود في البرنامج خلاص انا ما تلعتش برده البرنامج حتى في في لحظة إيقاف مصر وكملت بعد إيقاف مصر ما انتهى كملت ولادت ولادت بطلات عالم بعدها انا بطلت عام 2022 بعد اول ان المزال اتلغى طيب هي المادة كابتن ايهاب اسمها داينابول وهي مادة معروفة باسم دارج متفجرات وتظل في الجسم المدة 6 اشهر صحيح الكلام ده؟ مظبوط طبعا مظبوط الكلام ده معروف للناس كلها فما فيش واحد تحت المنزار بحل ودولي مكشات وتستات وتدريبات وخارج المنافسات موجود تحت اسم ده يظهر عنده مادة زي كده وتظهر عنده في عينة اه قبل البطولة باربع ايام مظهرش في البطولة المادة ماناش علاقة بتحديث الاجهزة المادة دي من خمسين سنة معروف انها بتوقف فما تقوليش تحديث الاجهزة بعد ثمان سنين اكيد انت حللت العينة وطلعت مش مشكلة طيب الحل ايه او هل الاتحاد بيسندك والوزارة ولا في حد مش متاسبه كل الناس طبعا مسندينه ومتابعين جدا خطوة خطوة ومفيش حاجة جات رسمي دلوقتي للاتحادة واللجنة اللومبية ولكن احنا بنجهز ورقنا ومستنين اي خطوة واي جواب رسمي وان شاء الله يكون في الاتحاد يظهر الحق يعني انا بواعد الناس كلها ان العينة دي مش بتاعهم والمادة الوزارة دي لا يمكن تكون بتاعهم ما هو ده الاستعدام هو الاستاذ عزر خلاف الله بيسالك بنفس الاستعجاب اللي انت في ازاي بعد ثمان سنين يعني دي سالعينة جاة تظهر بعد ثمان سنين ما هو ده امه قالوا يحفظوا العينة عشر سنين واللجنة هتحدثوا عشان يكتشفوا الحاجات اللي كانت ممنوعة طيب هتكتشف حاجة ممنوعة تكتشف اي مادة مش معروفة هو مش المفروض يا كابتن بعد يعني بعد ما انتم بتاخدوا الميداليات بيبقى في فترة بعد الدورة لو فيها اي حاجة بتظهر مدة سنة او على الاقل سنتين طيب المفروض يعني خلال سنة او سنتين او ست شهور مدة المدة مش الخانون بيقول كده ولا وايح ولا ايه لا لا هو خلاص هو بيقولك اي بطولات بتتحلل بعدها شهر شهرين بيظهر النتيجة بس خلاص اه ما بعد ذلك انها بنفذ العينة عشان في مافيا بتبيع المواد المنشطة بمدد معينة ما تروح من جسم والكلام ده طبعا الدول المتقدمة الموضوع ده معاها فبتستغل القصة دي فبتالي فيه ناس وقعت واحنا استفدنا منها لكن احنا ما ملناش دعو بالقصة دي بس هل فيها عينة تفضل صالحة لمدة عشر سنين او ثمان سنين لا مش انا اللي بيت فيها طبعا والتحقات هتبين طبعا العينة اه اتحللت تين وراحت تين وتخزينت تين ولا ده هو ده على عينة الولمبياد عشان بيتكلموا على المثال الولمبياد ولا على عينة بعد كده لا ده مكتوبة خارج المنافسات قبل الدورة قبل اللعبة بتاعب 4 ايام في القرية الولمبياد قبل 2016 يعني انا الهرمون كان في جسم قبل اللعبة 4 ايام وفي البطولة بعد 4 ايام مات بتاعب 6 شهور هو بيقول مقترب بيها وبتفضل في الجسم 6 شهور هو فيه موضوع غريب وان شاء الله هيكون الحياة تظهر طب هو فيه العيب تاني كابتل محمد سعبت منه المدالية الفضية في نفس المنافسات اللي سعب منه المدالية كان اللي خد دهب ليه عشان لقوا 3 عينات بتوعه مش بتوعه يعني الدين مش بتاعه العينات صغيفة ولكن مش بتاعك ففيه تلاعه في العينات لحد الان الموضوع ده باله بيعمل استيناب في الموضوع ده عشان ما يتحبش منه المدالية بس دي ظاهر لا هو ده هو ده اجنبي بس عاكن نقول للناس ايه طبعا اجنبي طبعا انا مشكلتي غيره طبعا مشكلتي ان انا بطالب اللي عينا بيها تحلل بس في معمل مختلف بيغير اللي حلله فيه بس اشكرك شكرا جزيلا كلنا معاك وعلبنا معاك واشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاضاحات كابتن اكرم عبد المجيد اخذك للمنتخب الولمبي يعني بصوا في الحاجات بتاعت المنشبات لا بحب اخد رأي ولا حب الاكتهاد هو الراجل قال احنا مستنين مفيش حاجة رسمية جات لللجنة الولمبية سننتظر وبعد كده يبدأ الاجراءات كل الدعم لمحمد ايهاب يحافظ على مدنيته التي حصل اليها المصر في 2016 والراجل زي ما قالك كان لن اخون بلدي ولن اقبل على اي شيء حتى بعد الولمبيات ويبدو انه حتى من كده مواسق من نفسه ونحن داعمين له بقوة وربنا سبحانه وتعالى يحل هذه الازمة بالنسبة له وبالنسبة الاسم مصر على المستوى الولمبي لان دي شيء مزعج جدا ان يقول لديك بطل يثبت انه حصل على منشبات اشتركوا في القناة